موسيقى موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حصة قصة بنا في رقم تزيين بالورود بتقنية الإبرة والحشعة اليوم حنقدم لكم وسادة صحراء متكونة من ورود غرزة الغصن والأوراق الأوراق هنايا استعملت الحشية دي غادي أمارون أين بير ذو كان نبدأ في طريقة إنجاز هذه الوردة ناخدو طرف قماش ديالنا بتاع الساتة نثبتو البرواز أي الطنيبر نثبتو نليح ونبدأو نخدمو الوردة ديالا يجب أن يكون بيهم شدود ناخد شريط من الحشية هاد الشريط ما نقدش نقول لكم المقياس تاعو على حسب الدور تاع الوردة نقص الجانب بيش يكون قبالة نبدأ ندير كيما وريد لكم في الحسة الماضية الوردة هادك اللي خدمناها هكذا نديرو قلب الوردة ونخيطوها هكذا ندخلو البرع من الأسفل ونثبتوها بالخيط هكذا هادي ما حيش نديروها كيما للأخرى هادي نبدأو هادي نبدأو ندورو غير نخدمو القلب نبدأو ندورو هكذا ونخيطو هنا دفت تاع اين سنتيمتر تقدر الأخت تستعمل تاع ثلاثة سنتيمتر حشية بعد ما نتوصل لهذا نثبتوه في الطنابر ونبدأو نخيطو هكذا لازم تجي وقفة باش يجي القلب التحال الفوق هكذا كينا ثبتها نبدأ ندور في الحشية ديالي تجي على الشكل ما يدور هكذا نحط نيبر ديالي هكذا ونبدأ ندور هكذا هكذا ونبدأ نخيط هكذا 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 وندخل برا ونخرجها باش بنليش الخيط هكذا ولا تقدر للأخت تستعمل فل دو پش هكذا 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 دايما تكون البتال مسطحة إلى الأسفل هكذا وكل ما تدوري كل ما تخيطي هكذا وجوزها مل تحت هكذا 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 بعدما نلحق نلحق إلى نهاية الحشية ندخل النهاية تحت الوردة باش تكل بخبغ هكذا خيطي خيطية ملحة بعد نثبتها من الورد أتحصل على هذه الوردة والأخت لحبة تزين كي أن البول تعالعقاش تزين بها ولمزيد من المعلومات تجدونها في كتاب حدة وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة